اهلا بكم عبدالحق زروالي فاسا بيل المرميد FBM لغوتو يطرح السؤال ويتردد المجيب تردده يخلق توجه لدى الآخر الذي كان يفكر بدوره في الحضور لكن تردد الضيف الحاضر يجعله يتوجس لأنه يخاف نخاف المواجهة التي نتطرق فيها فقط لكلام الحرف ونقبل الحضور بالمقابل في مواعيد أخرى لنكرم على ما نرتكبه أحيانا في حق الفن نحضر في مواعيد تنفس بعضها البعض في الرداء المواعيد التي نقول فيها لبعضنا البعض بأننا أبطال من ورق في كان التي عدت منها مؤخرا يأتي النجوم النجوم الحقيقيون وفي انتظارهم صحفيون حقيقيون أيضا كل واحد يقوم بمهمتها السائل والمساءل لأن كل واحد منهما له التزام مع المتلقي المستمع أو المشاهد أو القارئ عندنا هناك من يقبلون المشاركة في برامج تافها ليكذبوا ليثقوا بكذب من يستدعونهم المتلقي يعرف بأن السائل والمساءل يكذبان ومع ذلك يتابع سؤال لكم أنتم الذين تتابعون الأفبام منذ ولادته ألم تتعب حقا من التفاهى ضيف العدد مؤلف ومخرج وممثل مسرح وسيمائي ويقولون بأنه شاعر رجل مسرح بدون تردد قبل التنقل للطنجة والعبور من الأفبام للمبدع من حقه أن يحتفظ بغموضه لنفسه أما أعماله فمن الضروري أن يكون أول من يسرعون الخطى لشرح ما يلفها من غموض عبد الحق الزروري نتمنى بأن يكون واضحا في عدد اليوم من الأفبام لنعبور سيعد الحق الزروري مرحبا بك في ميدي آم في هذا العدد من الأفبام كنشكرك على التنقل ديك للطنجة والساد شكرا سيبيلان وأنا شرف لينشارك في هذا البرنامج ديك مرحبا بك أوساد نبدأ تفضل سيعد الحق الزروري عاد حتفلنا مؤخرا باليوم الوطني المسرح وما يمكنش نتكلمه على المسرح المغربي بلا ما نستحضره جريبة ديالك الموتيرة للجدل ما شي غير من حيث الشكل والمضمون وإنما حتى من حيث تسمية كين اللي كيسميها المسرح الفردي كين اللي كيقول لا هذا ماشي المسرح الفردي وإنما هو مسرح الممتل الواحد وكين اللي كيبغي يرقى بها شي شوية في النقاش وكيسميها المونودراما في الوقت اللي أنا شخصيا كيبلي من خلال الطلاع على تجربة والمشاهدة ديال بعض الأعمال المسرحية ديالك بأننا يمكننا نسميها مسرح الشعر والخطبة بحل خطبة ديال الجمعة بحل خطبة ديال رجل السياسة بحل خطبة ديال إنسان متعالم تفضل أولا على مقدمة ديالك فيها وحد الإشارة للخوف أنا شخصيا أعتبرت نفسي غير معني بكلمة لا غير معني ودحت بأنه غير توجهد لك الدعوة مباشرة لا هذه مناسبة باش نذكرك بوحد البيت شعري عندي في ديوان نشوة البوح أقول فيه أنا لا أخاف إلا من نفسي ولا أرتاح إلا أمام المرآة شوف توضع ديال الزروالي في نواصل أما قضي تسمية تسمية خطأ شائعة أحيانا خطأ شائعة يصبح واقع فلذلك في الساوة وسبعين فاشنا ضمن المهرجان الوطني الأول سميناها المسرح الفرضي والآن الساوة وسبعين الآن يعني كثير من ثلاثين سنة فأنا لا يهمني تسمية بقدر ما يهمني جوهر العمل الذي نقدمه فيما يتعلق بخطاب سياسي خطبة المساجد أو شيء من هذا القبيل المسرح الفرضي له نفس مواصفات ومكونات العرض الجامعي أنا ماشي لوما شوشي واحد كي يجيك ياخد ميكروك يوقفك يبدأ يعود النوكات للناس هذك ماشي مصرح بالنسبة لي يا رب ماشي هو هذك لوما شو الساوة الحق ولكن شو اللي كي يعود النوكات مصرح بكل مكوناته المعروفة والقواعد دياله كينا في المسرح الفرضي غير هذوك بزاف الممتلين وهذك ممتل بوحده بوحده واخا نبدأ بمصراحية ديالعكاس الطريق أعرفتش حال منسانة هذي دازت سعب الحق الزروريج بدناها من قاع الخابية النصوص ديالك المصراحية الحمد لله متوفرة وهذك شيء إيجابي كونك استطاعتيب كل صراحة استطاعتيب باش تقول لنا لا داعي باش نشوفوا هذك المصراحيات هذه ممكن أنكم غير تقروها بارك عليكم هذي رقم توفق فيها من ناحية ديال التدوين ممكن نقرأ المصراحة ديالك ابتداء من هذي المصراحية اللي ذكرت ديالعكاس الطريق مرورا بصرحة المنسية أو ذكرون الآداب وغيرها ممكن نقرأها كنحسو بأن عندنا كتفاء مسراحي والأكتر من ذلك كنقدرون بينو العوالم ديالها ونتخيل الشخص ديالها ويمكن حتى نصنعوا الأكسيسوارات والديكورات اللي بغينا كيكون بعض المرات أفضل من أننا نشوفوا هذي أن كين ما يسمى بتخييب أفق الانتظارة أستاذ أنا بالنسبة لي للمصراحة الفرضية هو الاختزال هذا عكاس الطريق اللي تكتبت عليها دراسات جامعية ديال الإجازة على تحولات العصافة في مسراحية عكاس الطريق وكان أعتبر من الأعمال اللي كان في تخرج بها أن كالسطع طيب أبسط آلة صغيرة تحولها إلى قلم إلى مجداف إلى سيف إلى مكنسة إلى مجموعة ديال الوظائف يعني فبالنسبة لي هذا ربح بصري ماشي ربح مضمون للنص المصراحي فإحنا مع الأسف الشديد عدنا نصوص للقراءة كتاب يكتبون نصوص أدبية ومعدناش نصوص مسرحية لأنه باش تكتب مسرحية للخشبة خصك تكون عندك ذراية بالتمثيل وعندك ذراية بالإخراج وبالرباس وبالإضاءة وبالماكياج وبجميع مكونات العرض باش عادك تكون كتكتب نص للخشبة وليس للقراءة كما أشرتها أستاذ بنا ماشي للقراءة؟ لا تكسير الجيدة الرابعة التقنية ديال مسرح الملحامي برايخة نتكتعرف شي كتر مني تفاعل مع الجمهور نتكتدير هذه المسألة هذه ولكن في جميع الأحوال كيبقى شكل قار وتابت من مسرحية أخرى وما كنش جديد لا في شكل لا في المضمون والأساس في هاتشي قاع هو أنك أكبر حفاظ في العالم العربي النصوص ديال قدها كده وستاد وكتحفظها نبعد من قدرش أولا أن المسرحيات ديالي كلهم حلقات من مسلسل طويل ماشي تكرار هذا بسنا الكلام حلقات من مسلسل طويل يعني كي ممتداد لبعضياتهم يعني كي توالدوا من بعضياتهم ماشي تكرار فكي تؤرى عن النفاري ماشي هي الأسطورة على ابن السيناء ماشي هي رماد أمجاد على أبي عبد الله الصغير آخر مولوك غرناطة ماشي هي مسرحياته واش فهمتي على حياة بابلو نيرودا يمكن البصمة أو اللمسة قد قد يالزروالي حاضرة باعتبار أنه هو الممتين وهو المعد للعمال فهو خان حاول نجدد نفسي إلى أقصى حد ستبقى دائمين كين البصمة أو اللمسة ذي الزروالي وهذا شيء معروفته في اللواحات كتشوف في الوحابلات توقيع كتقول هذه ديال بيكاسو هذه ديال فلان كتسمع عزف على آلة العود كتقول هذه العزف ديال فلان من خلال باللوم يقولون لك شكل عازف وهذا هو اللي يقلب عليه أن تكون لك اللمسة والبصمة وأن لا تكون مجرد عابر سبيل في هذا الميدان ديال المسرحات السبيل هو خاسدي باش نكون واضحين شي شوية والسد ويفهمونا الناس اللي كين منهم مجيل حاليا مما مطلعش على التجربة وصعيب عليه حتى يستوعبها باعتبار أنك بقيت في نفس القلب وفي نفس الشكل وفي نفس الأسلوب كنسمعوا عنوان كبير وفي الحقيقة العناوين ديال المسرحيات ديالك موتيرة وكتدفع الناس باش يحضروف القاعة ولكن ذاك شي اللي كي يشوفوه فوق الخشبة كي يلقوه بعيد عن المتوقع ومنين كنقول المتوقع كنعني الفرجة الحقيقية ما عندك فرجة وديها أستاذ أولا المسرح هو مسارح والجمهور هو جماهير بحال الرياضة لو أنت مع ممكن تتعامل هتقول لي بأنه كين واحد الفئة نخبام غير نكملي لسمحزي سبيل يعني الريكبي ماشي هو كرة القدم والتينيس ماشي هو الغولف كنفهمو الريكبي وكنفهمو كرة القدم وكنفهمو الغولف ولكن الجمهور ديال الكرة القدم التينيس عنده الجمهور ديال إيه إذا نحن في الجمهور ديال راني كنقلب معك على الجمهور ديال إيه الجمهور ديالنا متعدد يعني كتصب واحد عنده 70 سنة وواحد 7 سنين واحد عنده الدكتورة واحد ما كعرفش كتب اسميتهم واحد ملحيد والاخر متطرف في الدين قلسين حضاء بعض ديالهم ما عندكش أسلوب واحد اللي تقدر تتواصل بيه مع هاد التفاوتات والتناقضات داخل اللقاعها في حين أن الجمهور في الغرب هذا كل الجمهور كيمشي لنوع المصرح الذي يتوافق ويتنغم معه ديال كنتا إذن أنا غير مسؤول إذا كنت كنحقق نسبة 40 في 100 ولا 50 في 100 في القاعة وقد لا أعجب الآخرين كي نعمل هاد الدوق ديالهم مع تاني تربية الدوق مشيوا كين مسارح أخرى كي يشوفوا عمال أخرى ديال إيه وش كتبت تاجه أكثر من 40 سنة أخسر بلناد 40 مليون في المغرب مثلا حسب الإحصائيات أعتقل قل شوية كنقول لهم أنا سيدي بغيت غير مليون ديال لناس في هذه البلد ما عندكش لا سيدي واجه نديروا أن يخطاروا اللي حساب لولاي ما عندك علاش يا حبيب أنا قلت مليون أرى ممكن نقول لك 39 مليون عندي ودابا نتحداك أسي بلال نتحداك وندخلوا في شي ريهانة نوعياك ونصعدوا هذا النقاش ونوصلوا إلى حد من وما تم ما خد معتك الله وما لا يدركوا كله لا يتركوا بعضه لا يتركوا بعضه صافي آخ الفرجة في المسرح ما يمكن نفصلها إلى اللي يمكن يتحقق جميع الفرجات الأخرى بمعنى الإحساس بالمتعامل خلال الصراع التوتر المواجهة الحيبكات مثلا النموذج هنت أذكرته شوية ولكن أنا غادي نزيد نعود نعطي به المثال هو الفرجة الرياضية اللي عندها القدرة أن نتجمع الآلاف ديال البشار أنا نقدر نقول لك بأن المسرح ديالك أو سيد زروالي فهذا الفترة إلا بقيتي مصر أنه يبقى فردي وكين واحد الشخص اللي انتك تعرفوه يسمىه المسرح الفردي إلا بقيتي مصر ما يمكنش يحقق الفرجة مع ديلا انتقلتي من هاد النوع ديال المسرح الوامانشو بالقواعد دياله والنصوص دياله ولكن طريقة ديالك كنظر نشغل يتساعد أنك تنجح في الوامانشو اللي قلتين تعليه بأنه فقط تعطي النوكات هو غالط واخصي بلا دخلت عليكم الله يعني هاد الزروالي اللي بدأ المونو دراما أو النصوح الفردي في عام سبعة وستين مجدولين بتانوية مليدريس بيفاس وحنا في الفين وخمستاش وقدرت هاد الجريبات السامر هاد السنوات كل أكثر من خمسين سنة وقدرت توصل إلى الخرطوم وإلى القدس وإلى طورينو وإلى باريس وإلى القاهرة وإلى بغداد وإلى دمشق وإلى كل بلدان وتحقق فين ما مشاهدك هادوك فهموك وستعبوك وعندك جمهور ديك تموه في المغرب هنا مشيت مكينش منطقة في المغرب آخر هات الشهر اللي فات كنت في الزلال وكان منتخب المغربي يلاعب مع الكونغول ما عزك شيف أقادير يوفتين تقفل المتابعة المتابعة أنا في السبعة أنا في السبعة جيت أنا اتصلت من المساعدة ديالي قلت له الله يخلك أنا رأي بغي نشوف هذا المقابلة ولا أعتقد أن شي واحد غاي يجي من الجمهور فأز الزلال قال لي آس زروالي طلقنا دغيا قلت له شوف دك سيدا المديرة قلنا نأجلوا هاد العرض قال لي القاع عمراء والناس على برارة هم فضيحة وقع على برارة أنا ما فجيت استغربت باش أولا الشباب الأطفال النساء الجمهور كل شي فاستغربت في مدينة بحل أزلال تبرك ما يعني هادا كيأكد بأنني هادا كيأكد بأنني هادا كيأكد بأنني غلط وانت على حق أهوى تنظر ناسي رأي ما تش حبي يا ذكرا مقابلة حبي وانت تعطيني وقائع تعطيني وقائع ولكن لا كلي حال واخا قلت لي لماذا أنت مستمر هذه كتر من ربعين سنة تبارك الله لا يطور العمر ويزيدي طور في عمر هذه الجريبة غير وكيأكد دائما النتائج التي كانت تصدر على لجنة دعم الأعمال المسرحية ديال وزارة التقافة كيكون فيها أعمال المسرحية ديال عبدالحق الزروالي يعني والو أنا منفقش والله ما نفرق معكم وباغي نخدم كل عام أنا كنت صور مثلا لو أنا وشي نهار مشي نهار مثلا تحط مشروع مسرحي ديال المسرح الفردي ديالك وما تقبلش كنتظن نغدي سوقع واحد كارثة كبيرة واحد كارثة مسرحية في البلاد وما يمكنش تسكت عليها ياك والخطأ هو أنني ما زال كنحط الميلف ديالي لحصوله على الدعم كأتوك لا أنا الخطأ هو كنحط الميلف أنا المفروضة ما عنده تقيمة والله ونعمة تواضع والله ما دي حقارك يا حبيبي لا أنا أقول لك واحد القضية أو تاني أوستد أنت مادم تجربة ديالك ناجحة كنظن بأنك أنت ممكن تستغني على هذا الدعم هذا تخليه للشابب مادم أنه تبارك للله أنت قع كتفوت المقابلة في المناحي كمتابعة كتفوت المقابلة للمتخاب المغربي وبلاش مع أنك أنت مادم بذلك الدعم خلي شابب جدادي هم اللي يأخذوها بلا ما يدقو عليك أنت قع كل ما أنا متجاوز هاد المنحات يشبلك إيوات تنظن هذا حكم ديارك أما الواقع لا الواقع حاجة أخرى هذا أول ما شي دعم لا يرقى لي كلمات الدعم اللي كتشير له ما تطلبوش شنو هي شنو هي هذا المبلغ ديال 30 ولا 20 ولا 10 ولا شنو صراح ديال المليون ملعام ملعام ولكن رأى هاد المبلغ هذا غلاف دعم المصرح كله ديال 10 مليون عادي شابه شابه يولد من أزيلة اللي يكون كي حلم المصرح كنعرفون المصرح شنو الله يخليك ما تخلطوش لما تخلطوش الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالجانب الإبداعي يعني عمل إبداعي أحيانا كيخصصو تعطاها 300 مليون إلا بغينا مسرحية ديال الصح اللي نتقاونا عرضوها خمس سنين وعشرة سنين نحن كنديرو ذكي الخياطات لماكينة كل سنة خسك موسيم تعمر الموسيم ديالك ودخلجوا بصاص تصرف منها تخلص منها وتبقى لك شي حاجة هذا مش أسلوب الدعم تبقى لك شي حاجة تبقى لك شي حاجة تبقى لكيخلي بزاف كان عرف في رقم سراحية كتاخد 20 مليون قسم من بله إلى العرض ما كيكلفش كتر من 30 ألف درهم ولكن الوقت دياله معو تاني عرض ب40 ألف دولار 40 ألف دولار داك الوقت الدولار كنت يدير 12 ألف درهم عرض واحد وجيت تصل بي الصديق ديالي بالليسي من تازا قال لي رح نديري مهرجان في باب ودام ليل إحدا تازا قلت له إيوه شنو غادي تتوفر لي قال لي شوف الله رحمه والديك غادي تجيب السيارة ديالك وغادي نعطوك ربعة علافة ريال قلت له ياك أخوة بالليسي من ودنيل ودام ليل ومن ربعين ألف دولار ربعة علاف ريال الله يجزيك بي خير هذه الحقيقة شنو وحا أيوه ثم حلم قلت خدموش يوميا السنة فيها 335 يوم قدير 10-15 أعرض ياك وهذه 350 يوم يعني شنو قد تكون فيها قد تعيش واحد قال لي سيزروالي شنو خدمت قلت له المصرح لا قال لي ياك مصورتك شعلي الخدمة قلت له المصرح قال لي أنا أقدر معك بجدية هناك المشكلة متروحة لذلك نعيده النظر في شنو واحد قال لي فوقشة مسرحية قلت له رمضان قال لي وإحنا عادة دابافة جومة التاني مازال رجب والشعبان ورمضان بين 3-3 شهور زع ماشي حاجة كثيرة قلت له رمضان الجاي رمضان الآخر أحيانا كان قد شهور كان فوقشة غيف جومة لما بغاش تركب وكتحفظ نعم لكن نحفظ لأنه ما تكتبون كيكون سهل في الحفاظها ما نقدرش نحفظ نحفظ نصوص ديالة واحد آخر بعد الأمل المسرحية ديالك كيبن فيها ركوب القضايا العربية الكبرى اللي يمكن هي خلتك تحقق وحصية دول عربية بحيث الاسم ديالك ولا معروف محافل كبرى يمكن قال أنت المغربي اللي ساهم في تصعيد هذا الاعتزاز القومي في بعد دول العربية ما كنتوش كتبعو الوهمة أستاذ كتحنوا مثلا الناس بالعواطف وقت للعقل كيقول بأنه خاص الخدمة ماشي كتحنوا الناس أما الواقع رأيش شي أخر أستاذ واخر شغنقول على فيروز اللي كتغني زهرة المدائن وسنرجع يوما إلى حينه لما رصير خليفة لا زعمتها دوكت سنصنفهم أنهم الناس كانوا بيعون الأوهام من الشعب العربي هو غادي في الاتجاه الهاوية وفي الضمار رحلة العطش نقول لك عن نصوص هذه رحلة العطش عرضت في الدول العربية مطبوع على كتاب في الدار البيضاء لا تسمع هذك شي كي عجبون وغي تسمع لها حبيب هذي رحلة العطش نعطيك المسخية عندي دابا تقرأ هنتها والتي هي طبعة كتاب عام 1984 أتحدث فيها عن ربيع يتجول من مراكش إلى بغداد إلى دمشق إلى تلمسان إلى القيروان إلى الخرطوم إلى اليمن كنقول فيها ما يحدث الآن في 2015 يعني بالحرف ربيع يلف عواصم الدول العربية ويتنبأ بكل ما حصل في هذه العشر سنة الخمس سنة الأخيرة في الدول العربية هاتي كل شي قالوا لا بالحرف ورسل ما ويقل كنا درت رواية اللي توقعت بها اللي درت معها كي يقول توقعت العربية العربية لا في سؤال دي قلتي كنت كتبع الوهم كنا ننبه أصحاب القرار والمسؤولين والرأي العام إلى أن نتسير في هذا الاتجاه ديالنظام الحكم العربية في دول العربية كنا ننبه إلى ندق ونقص الخطر ما سمعنا حد وها هي بانت أننا نحن اللي كنا عندنا رؤية مستقبلية لشنو غادي وقع وما سمعنا تشي واحد مستقبلا شنو كين في أنا ضد المسرح السياسي أنا مع السياسة في المسرح مع الأسف أن الناس تركبوه على الشعارات وتركبوه على القضايا لكي يتقربوا الجمهور وفي وقت كان شي واحد يقف خشبات المسرح ويقول إنني أموت ويجو على الجمهور كي بدأ يصفق له كي يحسبوا صفقه له على الإبداع هم صفقه له لأن حتى هم مضرورين وحتى هم بعاطلين وحتى هم مجيعانين وكي يشوفوا شي واحد كي يقول هب نيابة عنهم فهذا هو لا أنا ضد أننا نسي الإبداع أكثر من اللازم تكون الإبداع سياسي تكون بما تثابت واحد توابل تتلدد هذك العرض تقدر تقول لي ما كينش غير القومية قلت دكرتي هذي أربعة دقائق نيرودة كين نفاري كين تصوف كين الأداب كل شي نيس بها أستاذ بداية آه وهذا شي حاجة مطلاقة وهذا شي اللي غير قبيل مليون دي الناس يقدروا يكونوا وعند زرواليوك يعطوني درهم في السنة ويالا قلت لك أنا ما كينشاي وقلت درهم في السنة اللي واحد مليون درهم عطي رهم مليون درهم وقلت كنت تحضر لك مليون را كانت كنت تحضر لك مليون درهم درهم في السنة يعني ما كينش ركسف زيتيني بدك السؤال قبيلة قلت لي الفلوس خلي الدعم أنا في عام 2005 هنا في طانجل درت هاملت 17 دي الناس كان ممكن نشري دار الوزارة عطتني 16 مليون و1000 درهم أنا صرف سعليها 39 مليون يعني عامد الخدمة وخسر 20 مليون ولا أكتر من رصيدي اللي كان ممكن نشري به محل ولا شي حاجة ولا سيارة وضفتو باش ندير هاملات إذن شكل غير عوض لهذه 20 مليون وعام دي الوقت هاوما 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 الشباب من المعهد ومن الناس دي الطانجا كيأكدو صحة دي الاشي اللي قلت بالأرقام وبالشركات اللي عطيتهم وخا سيدي تلعب هاتش دي الاشي دي الاشي دي الاشي أنا كانت قلتم هالبانك عطيتهم 90 مليون هاللي كل هات الـ 5000 57 مليون قلتم مرا البانك سيرو قالك وانتع وش عندك وانتش وانتش ايو وانتش نعكاس دي الاشي كان لديك مرور في التلفزيون اللي جعل شريحة كبيرة من مشاهدين دي الـ 90 يتعرفون عليك في الدور ديالك مشموم الموتير في هذا الدور هو انك الديتي شخصية جعلت الناس كيكرهوك وهذا الكراهية هي إحساس وتفاعل وبالتالي كتخلق الفرجة اللي تكلمين عليها قبيلة شفتي الفرق بين ان الناس يفهمو وبين ان الناس ما يفهمو شاء أساد ولو كيسميوك في الشريع مشموم ما شي سرحان أو زكروم أو لا شي سميهم ديك الأسماء ديال الشخصيات المسرحية ديالك اللي بعد منها حتنتت ونسي تهدابها ما تنساش أن الجريبة ديالي 50% منها لم تكن تحضى بالتصور في التلفزيون وكانت تكدوز في التلفزيون حكاز الطريق اللي هدرت عليها وزكرهم الأداب وصرحان وغيرهم وكان كرا الجمهور غادي تأثر وغيرتجاوب معهم تذكرهم أدب مداش؟ مداش؟ تحتاج لسر عشر سنين الأخيرة عاد بدأوك يتفاتحو على التجربة الإبداعية عبد الحق الزرواني أستاذ ما قلقوا أحد القضية ما عاونتي وش الجمهور يفهمكو ويفهم المسرح ديكو هذي مهمة وزارة التربية اللي خصد دخل المسرح للرود ومش جدا لجواب وش غنديري وش غنديري بالجانب الاقتصادي للجماعي خص المواصلات قلت من واحد النهار كيفاش بغيت المسرح يزدهر كتدير على المسرح من الخامس العروض كتبدأ في تسعود الحافيلات كتنساهم على التسعود يعني وش كل العائلات اللي في الأحياء لاتش واقع في دول أخرى ولكن الناس كيحضرون لكي مواصلات وكي الناس اللي عندهم مدخول أقل في دول أخرى في الدخل الفردي وكيحضرون لأن الناس لديهم صرح ديالهم استطعوا أنهم يتقربوا من الجمهور مرميوش ديما اللوم على المواصلات كتساليف تسعود المسرحية كتساليف العشرة التلفزيون ما كيقومش بالدول هاتش كين ولكن كين دول فيها الدخل الأقل من المغرب تلفزيون أنا معك ودول عبتاني غير الماسر وكين دول أخرى لا ماسر فيها القدرة الشرائية نازلة ولكن المواطن يمكن يخلي رسوا بالجوع ويمشي خلص الفنان قدري يستطيع لأن الفنان عايش في دي قوقة على كوكية والساد بل أنه يتهم بالعجرافة وما هي هذا كلام مشالك لا أنا جزء من هذا الموضوع الذي نضره فيه ولكن احنا أرباو الجمهور على الدعوات فأكبر خطأ كان دعوات شابي بوريادة دور شباب والناس يعجبوا عائلتهم ويحسبهم غريب أنا مشيت لبع الدول العربية دلاري يديهم للرود ومن دراسة البتدائية ويقولوا تقطع الورقة ديالك الوليجة صغيرة يتشعبط في الشباك تقول لهم لماذا لا تجمعهم وما تقطعهم باش تعفيهم منها تصفوا هالشي كيقول لك لا بغينا نربيوا فيها إذا يرجى فلوس يجيبه ويقطع الورقة ويحتفظ بها ويدخل ويقلب لأن أساس الارتقاء بالإبداع هو الارتقاء بمستوى المتلقي نتقبل رد تليبي أنه تليفيزيو لا يقوم بالدور لأنك المثال وحد آخر أو ثاني لما تتذكر وحد دور كان عندك مع الكريم الدرقاوي بوشعب الناس يعرفوا باللحق زرولي أو ثاني بوشعب وتأثير ربما ديرها الدور كبير من تأثير المسرحي ديالك في البلاد من رغم من تجربة طويلة لدامت أكثر من ربعا ديال العقود أو الساد كيبان بأنه هذا المشوار الكامل لا يسوي شيئا أمام دور شوف على كيف كان اشتعل كاريتا لا مبدع صناعة مبدع عالمي صناعة معروفة هذه صناعة هذا نجم نجم لا نجم أما المبدع 60 سنة على الأقل نشكر عبد الكريم درقاوي لماذا لا يتعطل زروالي يقول هذا صعيب أخي هذا الحوار لا يجب شيئا لن يستطيع تسير في البلاتو لا يستطيع تبال لهم صعيب ونريد يعمل مع الناس على قد السلطة المخريج والمونتيج والذي قال ديرها ديرها ونستطيع الحوار ولا مشهد ولا تخلف أي حاجة إذن أنا لم أصالح لهذه الناس أنا عبد الكريم الدرقاوي مسألة خطيرة يعرفك الجمهور بوشعيب أو بمشموم في حين أنه ما يعرفش تجربة ديك اللي طويلة وربما عمره ما غادي يعرف تجربة هذي ومعمره غا يشوف المسرح ديها الزروالي إذن ره ما كين لا مسرح ولا جمهور مسرح ره صعيب شي شوية سبيلا ريب الشعيد غيب ينطنا بلا ما يسمعون نش المستمعين غيب ينطنا أنا هذي تليفيزيون والسينما ديروا غير وسيلة لتقوية الجمهور دي في المسرح هذا بوشعيب وبهذا المشموم ولو الناس يجيوا هذي الناس العاديين ما بقى لأنه طالبها وذلك الناس العاديين يجيوا ويقولوا غير مشيون نشوف مشيون مسرحية او رماد أمجال ايضا أنا ذاكي والسراتيجي انتبهت في الـ 15 سنة الأخيرة أنني نوسع الإعلام باش نجلب هذوك الناس نخرجهم الوزيد عرفت بيقى الصورة ديلك او الساد هذي أنا سأعرض دراسية أنا أقول لك لاش مثلا حسب العلم ديالي هذي ديال شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر الإنسجرام ما عندي التعالق بيه انت ما عندي علما انك في الننا او الساد شيء غريب واش بقي مصير انك تبقى في 80 او لقع في 90 احسن تقدير او ارى مشكلة اخويا الاصل لا ممكن شبكة الاجتماعية او الساد تشي واحد انا اقول لك اليوم ارى حاجة ضرورية بالنسبة للفنان ارى السعب الحق الزروالي كين ناس برودوي كاملين وجميع الممتلين في العالم ويكون حتى عندهم 90 سن في بعض الاحيان يتواصلون من خلال صفحة واخر من الضروي هم اللي يكتبون يستعنون شباب اللي يطلعوهم على الفيدباك من عند الناس على الامال ومراجع الساد ارى علاقات اعمل الراسك مع الوقت او الساد اخويا شوف الواحد من اللي كي سيبرحت قل لك اللي صبرحتو هنا اشد تعموش انا مرتاح في هدو الجبه ديالي وفي هدو الاطار ديال اخويا سليطن في القويط مع رساتي لي لاش غد نفتح ليا قوقعة او او اخويا اشوف اذا كانت هدو القوقعة قوقعنا غيري خليني قوقعة مع رساتي وثانيا انا اعرف انا انا اعرف بانه الناس هم سيبحثون والله ما يبحثون جيل جديد كين وسائل جديدة وعلى جاي نويك في الشارع أستاذ بلال وشفتي الناس رجل الأغلبية ديالهم من فئة سنية متخدمة أستاذ بلال ونكونوا صارحين مع المستامع وكل هوا شوف نزيد من أعطيك مثال باش نبيلك الأهمية ديال شبكة التواصل الاجتماعي الممثلة العالمية والقامة الكبيرة فوق الخشبة ميري ستريب عملت أكبر خرجة إعلامية ديالها بعد شناء اللي كانوا قع لها مع فئة من الجمهور خارج القعالي أنهم كانوا يزعجوها أثناء تقديم عرض مسلاحي عملت أكبر خرجة إعلامية ماشي من خلال تلفزيون أو راديو وإنما على صفحتها الرسمية هذي رام ميري ستريب القدرون يقولون بأن الزرولي عنده ثقة في نفسه بأنه يكفي التاريخ دياله باش يحقق التواصل الدائم مع الناس أنا كي يبليره ما يمكن شو أستاذ هل تخطر في الجانب بطريقة جيدية أنا ما كنقولش بأنني هذي نسألة اختارتها لكن هكذا أنا كنت في دابة بغير في هذا الشرلي داس في الكويت وفي الشارقة الناس كيقولوا لي عطينا المايل باش نمتقوا نستدعي أولي ما عندي هش وان وحال شك يريفون أنا من لوالة اللي داروا الهاتيب في المغرية من لوالة 97 من لوالة كنا من لوالة كنا نشوفوا شي واحد هذا البرطال وكنا نتقوا نتفرجوا فيه ولي حد الآن مازالي الله كنا نعرف نبارك على الحمر والخضر تنطفي ونشعل صاف لا 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 بل دماغ المهم هذا الشي كله أنا شي مانع كين شي مانع هي وسيلة ربما باش أنك توصل مع عادل الجمهور لقلتين عن فح المليون أنا خاسر أنا خاسر جمهور خاسر فورصه خاسر عدة أشياء ولكن ما شي كل شي يخصدير كل شي أنا قولة ديالي مش ديالي مخداع لمرحوم بن يزار قباني يقولوا لي كتب الآلة هذيك الآلة ما نعرفش خسني نسمع القلام كيتدابز مع الورقة ذاك الخشخة شاك نقنبرك على القلام حتى كيتقبل الورقة وكل واحد لاش خلق أنا ما كراش نكون في قاس في القواة وقابد ذاك الدواية القديمة ديال الجامعة وذاك القلام لقصب وقالس كنكتب بيه النصوص ديالي وإلا القصائد ديالي شو بينينا وبينها تشاك 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 ما تتخليش فيه أتبرزتني هذا وخا أستاذ نضغطو على ذاك الزر الحمر اللي كتعرفو نمشي وآآ أستاذ للمرحلة الثانية من من الـ FBM وخا أستاذ عبدالحق الزر والي نمشي ولمرحلة الثانية هي المرحلة اللي قصيرة في البرنامج اللونتي فخازة ولا لا فخاز ولكن أنا هذي اللونتي فخازة اللي كنظن مدام أنه وانت ما كتعرفش الميل وهذه المساء الجديدة هذي ديال اللونتي فخاز القصة اللي وقعتلي مع ضيوف خرين بلا ما نحكيها المره مباشرة سن لا فخاز بشكل مباشر الأستاذ طيب صديقي اللي كي اجتاز الآن محنا صحية وكانت من نولو الشفاء العجيل تجربته المصرحية أستاذ فنان قد لا يجود بمثله الزمان رغم بعد من رغم كل شيء يكفيني فخرا أن سيد طيب صديقي يرجع له الفضل لأنه هو الذي حبب لي المصرح هذه كلمة من كبير في حق واحدة أخر كبيرة وساد لأنه من سيئات هذ مواقع التواصل الاجتماعي كينقلوا بعض المرات أنه كينشناءان وهذه ولكن كلامك اليوم رغم كل شيء تبارك الله عليك انت والسينيما علش انت ماشي مقنع في السينيما او اللي انت مغبون فيها لا كان قلت لك يخافوا المخرجين ما كينقل عندهمش الجراء لكي يتعاملوا مع الزروالي وصافي أمانجا الأمان التي شاركت فيها الحمد لله خلت صدى طيبة سي زروالي انت والأنا كيف تقولوني يا جيب دا عبد الحق الزروالي اي تعاليم نرجسية متعالم نرجسية سمعت متعالم سمعت بأنه مغرور لا هذي 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 عارفة واقعة وغير سمعتني أنا ضد النرجسية وضد الغرور وعليك الأجوف أما الغرور ساعة ونصف ولا ساعتين وانت عادي مسألة 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 تتقى بالنفس وتقوية تتقى بالنفس باش كتكون عندك هذه الشجعة لانك تدخل لها المغامرة هي وشي سهلها أستاذي واخر زيد قرب من الجمهور حيث را كي يبغيك واصف أنا كان وجد مسرحية كنت من قبل كان دير رماد أمجاد الأسطورة هذا مسرحية جاية يسمي تطيكو أنا أول مرة كنت أصرح به ستكون وجدة في بداية الموسم جاية إن شاء الله وانت اسم لك يعتزو به المغاربة كتير وكان شكرك لها دروح ريادي ديك الكبيرة أستاذ أبلحق زروالي أستاذ زروالي أنا أيضا فنان وأنا أيضا لدي جمهوري وأنا أيضا لا أحتاج لك أو لك لأثبت لنفسي بأني أبدع هي الهفوة التي لا تغتفر عزيزي المستمع حين يقع التشويش على التواصل بين الفنان والجمهور الفنان هو الجمهور وحين يسخط الجمهور لقدر الله على الفنان يموت هذا الفنان في الفيلم هو ما لا نتمنه لأي فنان وهو ما لا نتمنه طبعا لضيفة الأفبام أستاذ عبد الحق زروالي أستاذ شكرا على العبور من الأفبام وتلبية الدعوة تحية لك أستاذ بلال وكن نهنيك على هذه المجهودات من أجل أنكم نجعلوا الإعلام في خدمة الإبداع وإبداع في خدمة الإعلام أهلا وسهلا أستاذ إذن فبام شينو ونفى سابيا على ميدي 1 إلى الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر